على مدن هذه سيارات الأجهزة اللوجستية المقدمة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري إلى حضيرة ولاية إنيدي الشرق وأثناء مناسبة تسليمه لمستندات الأجهزة إلى الوالي الجنرال توم جيروى بصفاته الرئيس الفرعي للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بالولاية فقد أثنى رئيس البيئثة هوني تدسى على وقوف الوالي وحماسه العملي مضيفا بأن هذه الأجهزة الإلكترونية يبلغ عددها 85 جهازا إلكترونيا إلى جانب لوازم العمل كما أن الأجهزة موصولة بطاقة الشمسية فضلا عن تواجد جهاز خاص يقوم بإرسال البيانات والمعطيات الخاصة بالإحسان يذكر بأن هذه الأجهزة سيتم توزيعها على المقاطعات التابعة لولاية إنيدي الشرقة وكذا توزيعها إلى القرى لضمان التسجيل البيومتري لدى البالغين سن التصويت أي سن الثامن عشر استلزمات التي بعستها اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري لمدينة فدى حضرة ولاية إنيدي غرب وذلك في إطار الجهود الجارية للشروع في بدي عملية مراجعة السجلة الانتخابي للناخبين بالولاية وتمثلت المعدات في عدد من بطاقات الناخبين وحقائب وكراسي وأجهزة تصوير متكاملة ومولدات كهربائية بدوري مسؤول القسم اللوجستي والمعدات لدى كوناريك بمات توب تيان أوضح أن المعدات سيتم توزيعها في جميع المراكز الخاصة بالناخبين في ولاية إنيدي غرب بدوري والي ولاية إنيدي غرب الجنرال أحمد كاردو حسين بعد أن تفقد مختلف المعدات ويطمعن على سلامتها عبر عن انطباعاته المعدات وصلت بحالة جيدة ونحن نعمل لنرسل هذه المعدات في أماكنها في المحافظات وفي البلديات لليوم الموقع ولذلك أوجه نداة للمحافظين وللرؤساء البلديات ليعملوا جاهدين لإنجاح هذه العملية عقب ذلك تم التوقيع على المحضر الشفوي المتعلق بالتسليم الرسمي للمعدات والمستلزمات ترجمة نانسي قنقر